تقول هل صحيح ما يقوله الناس من أن الحمام هذا طيور الحمام النبي عليه الصلاة والسلام حن رجليها أختي أمرين بارك الله فيك هذه من القصص المكذوبة ومن الخرافات المصطنعة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحني رجلي الحمام ولا حن رجل آدم عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يحني الحمام ولذلك هذه من القصص المكذوبة وأيضا من الأمور التي يعني هي تصدر من بيئة جاهلة أو من بيئة موبوءة بالبدع موبوءة بالخرافات موبوءة بالهرطقيات فتترك هذه تترك ولا ينشغل الإنسان بها واجب على الإنسان أن ينشغل فيما يرفعه عند الله وفيما ينفعه عند الله وينشغل بتعلم العبادات والطعات ويكنس هذه الخيالات والهرطقيات والقصص المكذوبة والموضوعة ولا يلتبت إليه ولا يشغل باله بها وإنما يشغل باله بتصحيح الإسلام وتقوية الإيمان وتعلم أحكام العبادات الشرعية